السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى We will continue our class in the explanation of the book عمدة الأحكام by الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله ولا زلنا في كتاب الصلاة في باب الأدان والإقامة In the chapter regarding the call to the prayer and the establishment of the prayer The two calls of the prayer, the first which is to call the people to come and attend the prayer and the second call which is to inform the people that the prayer will start فهما فهدان هما الأدان الأدان والإقامة فالأدان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة والإقامة هي إعلام الناس ببدء الصلاة فقال المصنف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصل الظهر ركعتين ثم صلى صلاة العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة متفق عليه هذا الحديث هو حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه This حديث is the حديث of أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه أبو جحيفة وهب رضي الله عنه كان من شباب الصحابة وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة So this حديث is narrated by وهب بن عبد الله السوائي who was a young, one of the youth of the companions may Allah be pleased with him and with all of the companions of the Messenger صلى الله عليه وسلم and he narrated from the Messenger صلى الله عليه وسلم many أحاديث many of the أحاديث were narrated by him may Allah be pleased with him قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان قد أقام في الأبطح وهو مكان في أعلى المدينة So this حديث is in regards to the Messenger صلى الله عليه وسلم was in a place called الأبطح and it is north of Mecca or the northern part of Mecca وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام فيها أي مكث فيها أيام and the Messenger صلى الله عليه وسلم had remained in this place for numerous days وكان قد أقيمت له صلى الله عليه وسلم قبة حمراء والمقصود هي الخيمة يعني كانت قد نصبت له خيمة حمراء للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أدم والأدم هو جمع الأدم جمع أديم والأديم هو الجلد هو الجلد المدبوغ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصبت له خيمة مصنوعة من الجلد المدبوغ من جلود الحيوانات So the Messenger صلى الله عليه وسلم he was when he was in this place called الأبطح he had a tent built for him صلى الله عليه وسلم and it was built and it was red in color and it was built built of animal hides tanned and processed animal hides قال فخرج بلال بوضوء وهذا هذا الحديث فيه شيء من التقديم والتأخير يعني حصل فيه شيء من التقديم والتأخير ونحن نذكر نصه ونبين ما المقصود منه بإذن الله تعالى So this hadith there is a little bit of a mix up in the wordings meaning that some things are not in the correct order وقد أتى في روايات أخرى بأدق من هذا and it came in other narrations in that which is more correct in regards to the order of the statements or of the wording of the hadith فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج خرج بلال بوضوء الصواب أن بلالا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء والوضوء بفتح الواو بوضوء لأن الوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ منه يعني هو الماء الذي يتوضأ منه والوضوء بضم الواو وضوء هو فعل الوضوء فبلال رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء الوضوء So بلال may Allah be pleased with him He came to the messenger صلى الله عليه وسلم with the water for performing وضوء صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه So the messenger صلى الله عليه وسلم performed وضوء from this from this water ثم خرج بلال رضي الله عنه بهذا الوضوء بالماء أي بما يعني بما بقي من هذا الماء وبما مس بدن النبي صلى الله عليه وسلم أي بما بقي من الماء الذي كان قد لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف So بلال رضي الله عنه he came out with the remainder of the water meaning the water that has been poured on the body of the messenger صلى الله عليه وسلم which the messenger صلى الله عليه وسلم used to perform وضوء وقال فمن ناضح ونائل النضح هو الرش ونائل من النيل والنيل هو الحصول على الشيء ومنه التناول تناول الشيء يعني أخذه فكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذا الوضوء أي ما تبقى من من طهور النبي صلى الله عليه وسلم من الماء الذي لامس بدن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه ليتبركوا به فالناضح أي الذي ينضح الماء يعني من ناضح يعني منهم من يحاول أن يأخذ من هذا الماء فيرش بدنه منه ومنهم من ونائل يعني ينال من هذا الماء أي أن يأخذ منه so the companions may Allah be pleased with them they came to this utensil that had some water which had touched the body of the messenger صلى الله عليه وسلم and they were trying to take some of this water either spray some of it on their bodies or on themselves or collect some of it seeking blessings from Allah سبحانه وتعالى in this water that has touched the body of the messenger صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيما مسى بدنا النبي صلى الله عليه وسلم the companions may Allah be pleased with them they used to seek blessings in Allah سبحانه وتعالى by way of the messenger صلى الله عليه وسلم from his body the body of the messenger صلى الله عليه وسلم and also the things that touched the body of the messenger صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشروع أي أنه يشرع التبرك من النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه ويشرع التبرك بما مسى بدن النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب وما شاكل ذلك so it is just stated to seek blessings in Allah from the body of the messenger صلى الله عليه وسلم or from the things that touch the body of the messenger صلى الله عليه وسلم such as clothes or such as the water after he performs wudu or performs purification any sort of purification فهذا فهذا ما كانوا يفعلونه رضي الله عنهم this is what the companions may Allah be pleased with them they used to do وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم and this is specifically for the messenger صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أنهم لم يفعلوه مع غيره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم and the evidence of that أي الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر the evidence of that that this is specific for the messenger صلى الله عليه وسلم is that the companions may Allah be pleased with them have never done that to other than the messenger صلى الله عليه وسلم مع أن فيهم سادات مع أن فيهم يعني سادات الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والعشر المبشرون بالجنة كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم ولم يأتي ولم يأتي ذكر لأنهم رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأحد من هؤلاء رضي الله عنهم جميعا مع أنهم يعرفون فضلهم ويعرفون أنهم من أولياء الله بل هم من أفضل أولياء الله بل هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم وصلى الله على نبيه وعلى رسله جميعا وسلم تسليما فالصحابة رضي الله عنهم وبالأخص الأئمة الأربعة والعشر المبشرين بالجنة هؤلاء هم سادات الأولياء هم أفضل الناس هم أفضل الأولياء ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يذهبوا ليتبركوا بجسد أحد منهم ولا بوضوء أحد منهم ولا بثوب أحد منهم فلا يأتين أحد ويغرنا في ديننا ويخدعنا في ديننا هذا لا يجوز لا يكون هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ترك الصحابة رضي الله عنهم لفعل ذلكم الأمر مع غير النبي صلى الله عليه وسلم so the companions may Allah be pleased with them they used to live amongst the best of the people the best of the people after the prophets and the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala amongst them were the أولياء the allies of Allah subhanahu wa ta'ala the known allies of Allah subhanahu wa ta'ala the best of men after the prophets and the messengers from the likes of Abu Bakr may Allah be pleased with him and Umar and Uthman and Ali and the ten who were promised the paradise in one gathering and those are from the best of people after the prophets and the messengers there is no doubt that Abu Bakr radiya Allah'an for example is the best person is the best of all of the people after the prophets and the messengers may Allah be pleased with Abu Bakr radiya Allah'an and with the rest of the companions but yet none of the companions may Allah be pleased with all of them none of them not one of them all of their followers went to Abu Bakr radiya Allah'an to seek blessings from him from his body from his clothes from the water that touches his body this was never done and therefore this is a clear evidence that it is not permissible to do so except with the messengers sallallahu alayhi wa sallam with his body with his clothes and whatever water touches his body and likewise we find that the companions may Allah be pleased with them they never sought blessings from the house of the messengers sallallahu alayhi wa sallam or the mosque of the messengers sallallahu alayhi wa sallam or the ground that the messengers sallallahu alayhi wa sallam worked upon and therefore this is a clear evidence this is a clear evidence that this is specific for the messengers sallallahu alayhi wa sallam and specific for the things that the companions may Allah be pleased with them sought blessings from which is the likes of the body of the messengers sallallahu alayhi wa sallam the clothes of the messengers sallallahu alayhi wa sallam and the water that touches his body sallallahu alayhi wa sallam وكل آثار النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء كلها لم تعد موجودة وكلها قد فنيت فلا يغرننا شخص أتان مثلا بشعرات ويقول هذه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين الدليل على هذا وما هذا الذي يفعله بعض الناس من التمسح بشعرات أو بأشياء من غير في هذا الزمان الذي يفعله هؤلاء إنما هو إما شرك صريح وإما أنه يفتح أبوابا للشرك بالله سبحانه وتعالى فالحذر الحذر ينبغي علينا أن نحافظ على عقائدنا وأن نوحد ربنا سبحانه وتعالى وأن لا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به وما ليس عندنا فيه من الله برهان فلنتق الله تعالى وينبغي على المسلمين أن يحذروا هذه الأشياء فهي باب عظيم للشرك بالله سبحانه وتعالى and so we don't have anything that is authentic and that is correct that is from the remainders of the messenger meaning from his body or his clothes or any water of course that touched his body we do not have any of that nowadays so those people who claim that they seek blessings in things for example they claim that those are hairs from the messenger or from the beard of the messenger صلى الله عليه وسلم and they produce certain hairs we say to them fear Allah fear Allah and have piety there is no evidence of that and this is nothing but polytheism or a path that leads to polytheism or the least it is that it is an innovation in the religion of Allah سبحانه وتعالى so we should fear Allah and keep our عقيدة our توحيد intact and not harm our عقيدة by making those claims and doing these things because indeed they are a great door that leads to polytheism and to associating partners with Allah سبحانه وتعالى we seek refuge in Allah from all of that and also the companions as we mentioned كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بالأماكن طبعا إلا بطلب البركة من الله سبحانه وتعالى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالاتباع والطاعة من سبل البركة وليس التمسح بالأماكن and also the companions may Allah be pleased with them they never sought blessings from places where the messenger صلى الله عليه وسلم walked or sat or other than this except by way of obedience to Allah سبحانه وتعالى obedience to the messenger صلى الله عليه وسلم yes we seek blessings from Allah by way of obeying Allah سبحانه وتعالى and by way of obeying the messenger صلى الله عليه وسلم not by going and wiping places for example that people claim were places where the messenger صلى الله عليه وسلم sat or other than this نعم وقد ألف لشيخي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وهو شيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن عميسان حفظه الله له رسالة عظيمة نافعة في التحذير من التبرك بالأماكن وتخديس الأماكن من غير دليل شرعي فينبغي وينصح ينصح جميع الأخوة جميع الأخوة بالرجوع إلى هذه الرسالة والاستفادة منها وشيخنا حفظه الله الشيخ عبد الرحمن عميسان حفظه الله في هذه الأيام يقرأ هذه الرسالة ويعلق عليها بتعليق نافع مفيد أنصح الأخوة جميعا بالانتفاع منها من هذه الدروس وهي تنقل في موقع يعني مسجد شيخنا وكذلك في صفحتي المسجد في برنامج ميكسلر فأنا أنصح الأخوة بالاستفادة من هذه الدروس من دروس شيخنا الشيخ عبد الرحمن عميسان حفظه الله لا سيما في تعليقي على هذه الرسالة فهي رسالة نافع وتعليق وحفظه الله تعليق نافع ومفيد جدا and also I recommend for the brothers all the brothers and the sisters to listen to the classes of our شيخ الشيخ عبد الرحمن عميسان حفظه الله nowadays he is explaining and he is commenting and reading the treaty of his شيخ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله the great scholar and the محدث of Medina الشيخ عبد المحسن العباد he has a treaty in regards to seeking blessings from places and warning against seeking blessings from places without an evidence and our شيخ الشيخ عبد الرحمن العميسان is reading this treaty and I recommend for all the brothers and the sisters to benefit from those classes and they are both on the YouTube channel of the masjid مركز أبي بكر الصديق في هامترامك أبو بكر الصديق center in هامترامك the YouTube channel or the Mixler the Mixler channel for they are very beneficial on this topic على كل حال قال نرجع إلى الحديث قال فمن ناضح ونائل فكانوا يتبركون بأثري وبيوضوء النبي صلى الله عليه وسلم so they used to they were the companions may Allah be pleased with them after the water was taken out they were seeking blessings from this water that had touched the body of the Messenger صلى الله عليه وسلم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وعليه حلة حمراء so the Messenger صلى الله عليه وسلم he came out and he was wearing a red garment a red garment والحلة لا تكون إلا من ثوبين كإزار ورداء مثلا والإزار هو الذي يربط يعني على البطن والرداء هو الذي يوضع على الأكتاف so the Messenger صلى الله عليه وسلم he came out and he had a red garment and the word that is used is حلة والحلة is usually a two-part garment meaning it is an إزار for example إزار ورداء الإزار is something that looks similar to a skirt in our days something that is tied a piece of cloth that is tied around the waist and then the رداء is like a piece of cloth that is that is worn or that is put over the shoulders نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس حلة حمراء so the Messenger صلى الله عليه وسلم he was wearing a red garment وأتى النهي عن لبس الأحمر للرجال فاختلف أهل العلم في الجمع بين هذا الحديث وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر للرجال so the people of knowledge they've differed in regards to how to reconcile between the prohibition of wearing red for the men and the fact that the Messenger صلى الله عليه وسلم was wearing a red garment in this as in this حديث واجتهد العلماء وذكروا يعني يعني ذكروا أشياء مختلفة في الجمع بين هذين الحديثين أو بين هذه الأحاديث وأرجح الأقوال والله أعلم أن النهي إنما هو عن لبس الأحمر الخالص يعني أن يكون الثوب أحمر أحمر خالصا ليس فيه أشياء أخرى وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حلة حمراء إنما كانت هذه الحلة فيها خطوط قال أهل العلم إذا كانت فيها خطوط فإنها لا تدخل في النهي ولا سيما أنه في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء يمانية وقال أهل العلم الثوب اليماني هو الذي يكون فيه أو الثوب اليماني عادة تكون فيه خطوط فهذا يدل على أن النهي إنما هو للثوب الأحمر الخالص فإذا كانت فيه خطوط فإنه لا يدخل في النهي ويجوز لبسه للرجال فإنه اليماني معاً بشكل موسيقى الثوب As is explained by the people of knowledge. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه So he said, it is as if I'm looking at the whiteness of his lower legs. وهذا يدل على أن الساق ليس من العورة. This is an evidence that the lower leg is not from the parts that are supposed to be hidden from the عورة of the man. بل أنه يجب على الرجل. وكما دلت الأدلة الأخرى أنه لا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه. وأن الثوب ينبغي أن يكون قصيرا إلى نصف الساق. بين نصف الساق وبين الكعبين. وهما العظمان الناتئان من طرفي القدم. هذان العظمان الناتئان في كل قدم من اليمين والشمال. هذان هما الكعبان. والإزار يتجيب أن يكون بين نصف الساق وهذين العظمين. هذين العظمين. وهما الكعبان. يكون الإزار أو الثوب بين نصف الساق والكعبين. So the messenger صلى الله عليه وسلم, his lower leg was showing. And this is an evidence that it cannot, it's permissible to show rather as of the other, because of the other evidences, it has to show. Meaning that a man's garment and a man's thawb or إزار is not supposed to go and cover all the way to his feet. And rather, it has to be between the middle of his lower leg and his ankles. It cannot go beyond the ankles. نعم. قال فتوضأ هذا الذي قلنا أن فيه تقديم وتأخير. وأذن بلال. والآن هذا هو موضوع الشاهد. So this is the point of evidence from the حديث. أن بلال رضي الله عن أذن. So the point of evidence from the حديث that بلال, may Allah be pleased with him, he made the أذان. He called for the prayer. قال فجعلت أتتبع فه هاهنا وهاهنا يقول يمين وشمالا حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. So he said I was following his mouth, looking to the right and the left, and he was saying حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. Come to the prayer, come to the success. فهذا هو موضوع الشاهد. وفيه صفة الأذان. وأن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا ليسمع الناس. في قوله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. يلتفت يمينا وشمالا ليسمع الناس. حيث أن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة. So this is the point of evidence from the حديث that بلال رضي الله عنه was looking to the right and the left when he was making the أذان. And he was saying حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. Come to the prayer, come to success. And the reason is to make sure that people can hear him. Because those two statements, they mean come to the prayer. They are a call. They are specifically the call for the people to come and gather. And therefore, he would turn to the right and the left. May Allah be pleased with him. قال فتقدم، عفواً، قال ثم ركزت له عنزة والعنزة هي كالرمح القصير ووضعت أي ركزت أي وضعت وغرزت في الأرض يعني غرزت قائمة في الأرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون له سترة. يعني أن يصلي وبين يديه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولا شك أن فيه خلاف والأرجح من قولي العلماء هو وجوب اتخاذ السترة أي أن المصلي لا بد أن يجعل بين يديه شيء أمامه حتى يعني قبل موضع أو بعد موضع سجوده. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يحتاج المصلون خلف الإمام أن يتخذوا سترة لأنفسهم وإنما يتخذوا للإمام سترة كما في هذا الحديث. So يعني an arrow or a spear was stuck in the ground in front of the Messenger صلى الله عليه وسلم. And as the hadith will come later inshallah in regards to this that when a person wants to pray there should be something in front of him. He cannot pray in the open where there's nothing in front of him and rather there should be something standing in front of him. The Messenger صلى الله عليه وسلم he had a spear being put and stuck in the ground where it was standing in front of him صلى الله عليه وسلم when he prayed. And if the إمام takes a sutra, if the إمام has something in front of him, the people behind him, they don't need to have their own things in front of them. And rather what is for the إمام is sufficient for all of the people praying behind him. نعم وقال فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. So he prayed ظهر and then عصر ركعتين. Two ركعت. So he combined them. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة طالما أو مدة مكثه في هذا المكان في هذا الموضع في مكة حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مشروعية الجمع الصلاة للمسافر وأيضا مشروعية قصر الصلاة للمسافر. So the messenger صلى الله عليه وسلم he combined ظهر and عصر. He prayed each one of them. Two ركعت. Two units of prayer. And this is an evidence that the one who is traveling. He continues to shorten his prayer. And also to combine the prayers until he returns to his home. When this was the action of the messenger صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. وهذا حديثه فوائد كثيرة. أنا ذكرنا ما يتعلق بسبب ذكر هذا الحديث في باب الأدان والإقامة. ولا شك أن فوائد هذا الحديث كثيرة جدا. So we mentioned from the benefits of the حديث. That is what is concerning the chapter of the call to the prayer. And the حديث has many more benefits. But we will conclude with this. And what we have mentioned. is sufficient in regards to the topic of the chapter. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. We ask Allah سبحانه وتعالى to give all of us the beneficial knowledge and the righteous good deeds. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلي وصحابي أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هكذا ترجمة نانسي قنقر